قصتنا النهاردة عن الست صفية الست صفية اتطلقت من جزء بعد ثلاث شهور بس من الجواز اتطلقت ويا حامل ربنا رزقها منه ببنت من زاوي الهمم طلقها راح اتجاوز وخلف نسي تماما انه معا بنت عندها ظروف خاصة او محتاجة رعاية خاصة ما حاولش يشوفها ولا كان بيصرف عليها لحد ما هي لجأت للمحكمة اتحكم لها بنافقة مبلغ صغير جدا فوضت امرها ربنا وهبت حياتها كلها لبنتها المريضة واشتغلت بقت تحط القرش على القرش عشان خاطر بنتها لحد ما كبرت في السن ورست كمان وشافت دار مسنين رحت تعيش فيها هي وبنتها عايزة بقى هي تعمل وديعة في البنك باسم بنتها بحيث بعد عمرا طويل ويديها الصحة يا رب ويقدرها ان هي لما تموت تفضل بنت عايشة في الدار دي والدار تصرف على البنت من الفلوس اللي بتيجي من الوديعة الست صفية خايفة على بنتها من ابوها خايفة ياخد الفلوس ويرمي بنته زي ما رميها قبل كده